موسيقى السلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من السيديوهات سهيل والبداية بأبرز العنوين الرئيس العالمي يؤكد على دور النواب والشورى الرائد في تعزيز وحدة الصف لاستعادة مؤسسات الدولة رئيس الإصلاح يهنئ أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا ويشيد بدعمه للشرعية اليمني موسيقى تفاصيل الأنباية أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي على الدور الوطني الرائد للمؤسسة التشريعية بغرفتها النواب والشورى في تعزيز وحدة الصف حول هدف استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المذعوم من النظام الإيراني وقال الرئيس العليمي في اجتماع مشترك مع رئيسي البرلمان والشورى إن مجلس القيادة الرئاسي على عهده الذي قطعه في اليمين الدستورية بالعمل على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني وعشر إلى وحدة المجلس وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب اليمني ووضع العليمي رؤساء السلطة التشريعية والكتل البرلمانية أمام مستجدات الأوضاع وجهود السلام التي يقودها الأشقاء في السعودية وموقف الرئاسة والحكومة الشرعية المتمسك بالمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وعشر رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مسار الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية وتطرق إلى التحديات التي تواجه المجلس والحكومة بظل توقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية والبدائل الحكومية لإفشار أهداف تلك الهجمات الإرهابية أكدت الحكومة على ضرورة وجود موقف دولي حازم إزاء التدمير الممنهج الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق القطاع الخاص في مناطق سيطرتها وحذرت من كارثة اقتصادية في البلاد وقال وزير الإعلام معمر الإرياني على تويتر إن البيان الذي أصدره الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة يؤكد صحة التحذيرات التي أطلقتها الحكومة منذ وقت مبكر بشأن المخطط الذي تنفذه ميليشيا الإرهاب الحوثية التابعة لإيران وأوضح وزير الإعلام أن المخطط الحوثية يهدف إلى تجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية لصالح شركات ومستثمرين تابعين للجماعة وأفاد وزير الإعلام أن القطاع الخاص تعرض منذ بدء الانقلاب الحوثي لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية وفرض جبايات ورسوم وغرامات غير قانونية واحتجاز وفرض قوائم سعرية ما أدى إلى إفلاس عدد من الشركات أحيط المكونات النسائية الداعمة للشرعية في مدينة مارب مهرجانا حاشدا إحياء للذكرى الثالث والثلاثين للوحدة اليمنية وقالت أمل دحوان أمين عام مؤسسة إكليلا للتنمية الإنسانية لقد شكلت الوحدة التاريخية والجغرافية والحضارية لليمن أرضا صلبة يقف عليها اليمنيون معتزين بوحدتهم وللمرأة في ذكرى الوحدة كلمة وموقف فبرغم حضورها اللافت في كل الفعاليات والأنشيطة الاحتفائية بذكرى الوحدة فقد نظمت المكونات النسائية الداعمة للشرعية مهرجانا خطابيا فنيا في مدينة مأرب تحت شعار الوحدة إرادة شعب ومستقبل وطن حضره جمع غفير من حرائر مختلف المحافظات اليمنية لا زالت الاحتفالات قائمة في محافظة مأرب مأرب الصمود مأرب الجمهورية مأرب الثورة لا زالت الاحتفالات احتفالة الوحدة الاحتفال بعيد الوحدة الثالث والثلاثين للثاني والعشرين من مايو نحتفل جميعا في هذه المحافظة الوحدوية برعاية سلطان هذه المحافظة الشيخ سلطان بن علي العرادة وبتنظيم كافة المكونات النسائية الشرعية لهذه الاحتفالية لعيد الوحدة المجيد في المهرجان دعت المكونات النسائية لتوحيد الصف الجمهوري وتجاوز الخلافات والتباونات السياسية لمواجهة الخطر الطائفي المتمثل في ميليشيا الكهنوت الحوثي وحثت على التمسك بالوحدة باعتبارها طوق نجاة وصمام أمان لليمنيين يحتمون بها من المشاريع الصغيرة التي تستهدف اليمن وهويته ووحدته إننا نحن نساء اليمن لذلك ندعو إلى أن التمسك بالوحدة تمسك للخلاص من الخطر الهوية التي يحددنا وهو خطر الحوثي وخطر تشكيل الميليشيات الخارجية عن نطاق القانون نحن في محافظة مارب مبارك للشعب اليمني هذه الذكرى العظيمة وندعو الكل لأن يقف سفر عداد الغل والحفظ والماضي وننظر جميعا ما الخطر الذي يداهمنا نحن نواقع خطر الحوثي وواقع خطر تهديد الهوية اليمنية قدمت في المهرجان عدد من الوصالات الفنية والقصائد الشعرية والمشاركات الخطابية التي أكدت على الحفاظ على الوحدة وأهمية تكاتف جميع القوى الوطنية للخروج باليمن إلى بر الأمان والسعادة الدولة وبناء مؤسساتها محمد القليصي لقناة سهيل مأرب هنأ رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمنية للإصلاح الأستاذ محمد بن عبد الله اليدومي الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا وقال اليدومي يسرني باسمي وباسم التجمع اليمنية للإصلاح في الجمهورية اليمنية أن نبارك لكم وأن نهنئ من خلالكم لحزب العدالة والتنمية وشعب تركيا الشقيق بنيلكم ثقة الشعب التركي والفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأعرب اليدومي عن تمنيه لجمهورية تركيا بمواصلة التقدم وتحقيق الانجازات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وثمن رئيس الهيئة العليا للإصلاح في التهنئة مواقف الجمهورية التركية الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن ينطلق الأداء السياسي للتجمع اليمنية للإصلاح من تمسكه بالثوابط الوطنية باعتبارها صمام أمان اليمن وهو القاسم المشترك بين جميع فئات الشعب اليمني والمرجعيات التي يستند إليها الجميع في نضالهم لاستعادة الدولة والقضاء على انقلاب ميليشيا الإرهاب الحوثية متابع يعمل حزب التجمع اليمن الإصلاح سلما وحربا على تكريس الثوابط الوطنية ونشر الوعي بأهميتها فهي الأسس التي تستند عليها الدولة وصمام أمان الوطن والمرجعيات الرئيسية للمواطنة المتساوية ولا يمكن أن يستقيم حال أي بلد إلا بأسس ومرجعيات يلتف حولها جميع أبنائه وتكتسب الثوابط الوطنية أهميتها من كونها أسس ومبادئ وقيم فوق الدستور ذلك أن الدستور يمكن تعديله أو إجراء تغييرات واسعة فيه بينما الثوابط الوطنية لا تتبدل وهو ما يحرص عليه الإصلاح ويجسده منذ تأسيسه وإلى اليوم ويحرص الإصلاح على استمرار الوحدة الوطنية ويرفض العودة لزمن التشطير والانقسامات فذلك ينبع من إدراكه لمدى خطورة مشاريع الانفصال على أمن اليمن والمنطقة كما أن العودة إلى زمن التشطير تعني إدانة العهد الجمهوري وتمجيد عهود الإمامة السلالية العنصرية والاحتلال الأجنبي ويؤكد الإصلاح أن النظام الجمهوري خط أحمر وخيار مقدس لليمنيين لا يمكن التنازل عنه فهو النقيض للإمامة الكهنوتية السلالية المدعومة من إيران ويشكل حصانة للبلاد من التغلغ الإيراني الذي يعتاش على الطائفية السلالية لتكون أداته لنشر الإرهاب والتطرف وتوسيع نشاطه التخريبي في المنطقة العربية كما أن النظام الجمهوري الذي يعده الإصلاح من أبرز الثوابت يضمن المساواة بين جميع مكونات الشعب اليمني ولا يعطي أفضلية لفئة على أخرى وهو بمنزلة مضلة للتوافق الوطني ضد الكهنوت السلالي وما شابهه من المشاريع الميليشياوية الفئوية الظلمية وبخصوص الدولة المدنية الحديثة فالإصلاح يسعى إلى تكريسها لأنها تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون ويمارس فيها الأفراد حريتهم ويحصلون على حقوقهم ويؤدون جميعا ما عليهم من واجبات وهذا هو ما يدعو إليه الإصلاح ويعده من الثوابت الوطنية كما أن الإصلاح يشدد في أدبياته على الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية كآلية للتداول السلمي للسلطة وذلك نابع من بعد نظر استنادا لتجارب الصراع على السلطة في اليمن وغيرها من ملدان العالم الثالث فتداول السلطة بالوسائل الديمقراطية يشكل عامل استقرار لليمن ولجواره الإقليمي أيضا وإجمالا فالتوابت الوطنية هي كتلة واحدة لا تتجزى فلا يمكن فصل الوحدة الوطنية عن النظام الجمهوري ولا يمكن فصل الوحدة والنظام الجمهوري عن الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة لأن الديمقراطية تشكل حصانة للوحدة الوطنية وللنظام الجمهوري أعطبت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية آلية حفر عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية غربي محافظة تعز وقال المركز الإعلامي لمحور تعز بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة أعطبت يوم أمس حفر آلية عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية غربي المدينة أثناء قيام الميليشيا باستحداث مواقع جديدة واشار المركز الاعلامي الى وقوع اشتباكات متقطعة بين الجيش والمقاومة وميليشيا الحوثي في منطقة كلابا شمال شرق المدينة وكانت قوات الجيش والمقاومة احبطت في وقت سابق محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الارهابية في منطقة العريش شرقي مدينة تعز وكبدتها قتلى وجرحا اتهمت مصادر حقوقية ميليشيا الحوثي بالوقوف وراء اتساع ظاهرة خطف الفتيات والفتيان في محافظة ذمار تمهيدا لتجنيدهم في خدمة اجندة الجماعة واكدت المصادر وجود رابطة رابط بين تنامي ظاهرة اختطاف الاطفال في ذمار وبين التعزيزات البشرية التي تدفع بها الميليشيا تباعا من المحافظة صوب مختلف الجبهات وعشرت المصادر اختفاء ثمانية وعشرين طفلا وطفلة منذ مطلع العام الجاري وكشفت مصادر محلية في ذمار للشرق الاوسط عن وقوف عصابات وصفتها بالاجرامية تتبع قيادات في ميليشيا الحوثية خلف انتشار جرائم الاختطاف بحق صغار السن حيث تتصاعد الظاهرة في مدينة ذمار واثني عشر مديرية اخرى وسط حالة من التدهور والانفلات الامن غير المسبوق ويتهم المواطنون في ذمار الجماعة الحوثية بتعمد تحويل محافظتهم على مدى الفترة الماضية الى مسرح كبير لظاهرة اختفاء وخطف الفتيات والفتيان قالت مصادر امريكية بان عوائد تهريب المخدرات من ايران الى ميليشيا الحوثية فاقت مليار دولار خلال العام الفين واثنين وعشرين وفادت قناة الحدث بتقرير لمراسلها في واشنطن بيرغانم بان ما تتمكن القوات الامريكية وحلفاؤها من اعتراضه لا يتعدى نصف الكمية التي يتم تهريبها الى الحوثيين واكدت المعلومات ان الحوثيين حصلوا خلال الاشهر الماضية على معدات لبناء مصانع الانتاج الكبنتاجون في مناطق سيطرتهم وهم يعملون على اعادة ذهريب المخدرات الى المنطقة بهدف اغراقها والاستفادة من الاموال اكدت مصادر محلية في محافظة ابي اختطاف ميليشيا الحوثية لامام وخطيب مسجد التوحيد بمنطقة المعاين شمال غرب المدينة وذلك بعد يومين على اقتحام المسجد واحتلاله من قبل عناصر ميليشيا الحوثية وتحويله الى مركز صيفي تابع لها وقالت المصادر ان ميليشيا الحوثية خطفت خطيب وامام المسجد صلاح مطهر الصديق اضافة الى عدد من طلاب مركز التوحيد التابع للسلافيين واشرت المصادر الى ان الميليشيا اقتادت امام المسجد الى مكان مجهول فيما نقلت بقية المختطفين الى سجنها بمقر الامن السياسي واتهمت المصادر القيادية الحوثي احمد العصري بالوقوف وراء اقتحام المسجد والمركز ونهبهما واختطاف الصديق اكد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر على ان الوحدة الوطنية من الثوابت الراسخة التي ينبغي الاعتزاز بها والحفاظ عليها من اد مستقبل اليمنيين جميعا تمسك محافظة المهرة اليمن من تلابيبه كلما ارتعش قأشه في مهبات رياح متعددة يؤكد الاحتفال الكبير بفعالياته الشعبية وتمظهراته الاجتماعية المدنية والقبلية في محافظة المهرة بالعيد الوطني الثالث والثلاثين للوحدة اليمنية ان المهرة مكان وازن ومهم في الحفاظ على الثوابت الوطنية التي لا تزعزعها المنازعات العابرة في كلمته بحفل دتشين جامعة المهرة اكد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر على وحدة الصف بين اليمنيين والمضي قدما في بناء مؤسسات الجيش وارساء الامن بعيدا عن المشاريع التقسيمية للغايب والحاضر للمجتمع كله محافظة المهرة ستظل نموذجية الى النموذ رغم ان خطاب المحافظ جاء مقتضبا في حفل تتشين الجامعة الخميس الماضي شمل الخطاب الكثير من الدلالات الواسعة على سطور ما قل ودل واجاد وافاد من كلمات قصيرة موجزة فالمهرة بوابة اليمن الشرقية على العالم الخارجي من اهم منفذين بري وبحري وهي ملتقى الجغرافية اليمنية الشاسعة بمكونيها الطبيعيين في التضاريس الارضية للدولة وهي في الخارطة الجيوسياسية المحافظة اليمنية الاهم لطبيعة موقعها وموقفها الوطني الثابت تجاه الثوابت الوطنية وحذر محافظ المهرة مما وصفها المغامرات في السياسات ممن اسماهم بالعاجزين والفاشلين العنصريين مشددا بنصحه الرشيد ابناء المهرة لا تفسدوا محافظتكم فهناك من يحرث لهذه المحافظة باشياء سيئة لكن يجيب علينا المحافظة عليها من ناحيتين من الناحية الامنية ومن ناحية التنموية لان في من يحرث لهذه المحافظة باشياء سيئة للأسف شديد ورأى مراقبون ومتفاعلون مع خطاب محافظ المهرة ما يجسد انموذجية رجل الدولة المسؤول عن وطنه قبل محافظته وهذا المثال الوطني الراشد لا يمكن ان يصدر الا في بيئة وطنية حقيقية يجمعها موقف وطني واحد وثابت من كل الثوابت الوطنية والقضايا المصيرية وكذلك هم ابناء المهرة دائما وابدا اجرى برنامج نبضي السعودي التطوعي لامراض وجراحات القلب التابع لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية 22 عملية قسطرة و 16 عملية جراحية للقلب المفتوح في مدينة المكلة خلال الفترة من 21 الى 28 مايو وفي غضون ذلك يواصل مركز الملك سلمان للبرنامج الطبية التطوعي في مجال تدريب وبناء القدرات الطبية بمدينة المكلة تتواصل الاعمال الانشائية في مشاريع اعادة تأهيل اربع مدارس حكومية في محافظة لحج جنوبي اليمن وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وتشمل الاعمال انشاء فصول دراسية جديدة واعمال الترميم وعادة التأهيل لأربع مدارس في المحافظة ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لضمان الوصول الى بيئة تعليمية امنة وشاملة والذي ينظمه منظمة ديفرستي النشرة انتهت وهذا تذكير باهم عنوينها الرئيس العالمي يؤكد على دور النواب والشورى الرائد في تعزيز وحدة الصف لاستعادة مؤسسات الدولة رئيس الاصلاح يهنئ اردوغان بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لتركيا ويشيد بدعمه للشرعية اليمنية في ختام النشرة لكم مني اطيب المناتقبل تحياتي وتحيات بريق العمل في رعايتنا اشتركوا في القناة